أنه نحن موضوع الجنوب هو جبهة إسناد وما عبر عنه سماحة السيد حسن نصر الله كان واضحا ما عنا هدف في لبنان وليس لدى المقاومة هدف على الإطلاق بتوسيع الحرب في المنطقة إنما لنقولها بصراحة نحن أمام جنون إسرائيلي لم يسبق له مثيل رعونة إسرائيلية ليس لها حدود توسع الحرب هي في الحقيقة هي في جعبة الإسرائيلي والحكومة المجنونة الإسرائيلية حلق إنعكساتها ومخاطرها وإنهائها مما لا شك فيه ولا أشك لحظة بأنها ستدفع إسرائيل أثمان باهزة جدا في أي فعل أو الإقدام على أفعال غير مدروسة من قبلهم بتقدير حجم الرد الذي ستواجه إسرائيل من قبل المقاومة في الجنوب وهذا أمر كلنا نعرفه وكلنا نعيشه يوميا وندركه ونعلم حقيقة قوة المقاومة في الجنوب وضعف الإسرائيلي في المقابل أصبح أيضا واضحا ليس أمامنا فقط كلبنانيين أو كعرب أو كمسلمين إنما على المستوى العالمي هناك تردي هناك انهيارات في الصفوف إن كان في صفوف الجيش أو في صفوف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أو في صفوف الشعب الإسرائيلي المنهك والذي أصبح يرى أين تأخذه الغطرصة ويرى أين تأخذه الوحشية في الحكومة التي يمثلها نتنياهو